زي ما حالكم بتشوفوا عشان نوري للعالم كله مصر تستقبل أشقاء وفتح حدودها سواء في ميناء قسطل وأرقين ومعانا قيادات وزارة النقل اللواء عمر اسماعيل رئيسات المواني ومعانا رئيس هاية ميناء قسطل ومعانا رئيس هاية ميناء أرقين عشان نقول للعالم كله من خلال برنامجنا رحنا 1500 كيلو مترا عشان نصل إلى آخر نقطة على حدود مصر الجنوبية مع السودان الشقيق عشان نوري العالم كله حركة الدولة المصرية فتحين أبوابنا فتحين حدودنا عشان نستقبل أشقاءنا نقدم كل المساعدات ليهم أهلا وسهلا موجودين عندنا عايز أقول لكم للنهار لليوم استقبلنا من السودان أشقاءنا فقط السودانين 227 ألف سوداني دخلوا مصر من ميناء أي أرقين وقسطل بتكلم على رقم محدد لأول مرة هذا رقم بنقوله لحد النهاردة 227 ألف سوداني دخلوا أراضينا منذ 15 إبريل الماضي بالإضافة إلى 6500 جنسيات أخرى بالإضافة إلى 10 ألاف مصري عادوا من السودان إلى بلاتهم يبقى احنا بنتكلم على رقم قرابة اقترابنا من حوالي 250 ألف مصر استقبلتهم منذ 15 إبريل حتى اليوم وبالتالي احنا بنتكلم على رقم كبير جدا مصر وفرت موارد ضخمة هائلة لاستقبال إن كل السودانيين وأيضا للقادمين أيضا من غير السودان وأيضا للجنسيات الأخرى لأكتر من 100 جنسية دخلت أراضينا أيضا من السودان سؤادي ميناء قسطل وأيضا آلاف يتوافدوا على ميناء قسطل ومع حضراتكم كمان ناحية التانية لما شفنا من شوية ميناء أرقين يبقى احنا فتحين حدودنا استقبال دعم كبير لأشقانة من السودان وغير السودان وكل الجنسيات التي تأتي إلى الأراضي المصرية وفرنا فلوس كتير جدا آه عشان نستقبل الناس عشان ييجوا خلي بالك دي تكاليف كبيرة أوي على الدولة المصرية واحنا شفنا طبعا حالات صعبة جدا وشفنا أطفال وسيدات وكبار سنوة ولكن زي نقول لكم هذا هو موقف الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لم تتأخر مصر أبدا مصر تتعامل مع هذا الملف زي ما بقول كده قولا واحدا إرادة سياسية حكمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف احنا لا ننحز أبدا لأي طرف احنا مع الأشقاء في السودان سيد وزير خارجية تحدث مع رئيس مجلس السيادة ومع قاية قوات الدعم السريع هناك حركة إذن مع الطرفين وهدفنا في الآخر حقن الدماء في السودان مصر استقبلت جسر جوي لعادة الألاف عبر المطارات المصرية والموانئة المصرية نتكلم على قاعدة شرق القاهرة جسر جوي من خلال جيشنا العظيمة قواتنا الجوية تنقل الألاف من المواطنين ليعودوا إلى بلدهم رغم الحرب أيضا نقدم المساعدات تاني بقول المساعدات والأدوية مئات الأطنان بنكلم أكثر من 200-300 طن يمكن وأكثر من 300 طن من المساعدات راحت لأشقانة في السودان والسفير هاني صلاح الدين سفير مصر في السودان وده جانب من المساعدات المصرية والإغاثية إلى أشقانة في السودان إذن تحركنا ببكرا ودينا مساعدات نتكلم على إغاثة بنتكلم على أدوية بنتكلم على أغزية نتكلم أدي واحدة أيضا من وحدات قواتنا البحرية أيضا تنقل مساعدات عشرات الأطنان من المساعدات من هدية من الشعب المصري إلى الشعب السودان ده الموقف المصري المستمر والدعم للأشقاء في السودان لم نتأخر ولا نتأخر أبدا عشان كده على طول وزارة الخارجية السودانية رحبت بمشاركة في القمة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون السودان بإذن الله بإذن الله زي بقول حاضرة بإذن الله تعالى زي ما احنا مشوف أيضا زي ما احنا مشوف